للقمة العربية اللي هتبدأ غدا بإذن الله وصل بسلامة الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة الدورة الثانية والثلاثين من القمة العربية التي تنطلق غدا في جدة ومشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة واستمرار أيضا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشتركة وأيضا توحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة يعني وعلى طاولة طبعا شايفين الصورة والاستقبال الرائع للسيد الرئيس دائما في المحبة والثقة والاستقبال في شخص الرئيس وفي كينونة مصر على طاولة القمة غدا طاولة العرب ملفات كبيرة ومهمة جدا وستناقش غدا في القمة العربية ويمكن أيضا يعني حنشوف في هذه المناقشات ما حدث في المنطقة منذ يعني انعقاد قمة الجزائر في نوفمبر الماضي عدد من الأحداث الحافلة بالمخاطر والأزمات وكان آخرها في السودان وأيضا يتطلب يعني هذا الموقف وما يحدث وحدث في السودان وحدث المواقف والمصير وأيضا يحتم على الدول العربية إيجاد أليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة